مجدد ترحب بكم مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم مباشرة من مدينة وديزم مدينة الشهداء مرحبا بكم متتبعين أينما كنتم داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن نتمنى أخوتي أنكم تبرتجوا وتعاونوا معنا في هذا المباشر لوجه الله وإن شاء الله نقدروا نكونوا سبب خيري إن شاء الله يا ربي باش يرجع هذا الشاب الأب لجوج ديال الوليدات اللي اختفى في ظروف غامضة وأكيد أخوتي يرى عنده اضطرابات نفسية اللي ستسمعوا من عند الأم دياله والأب دياله التفاصيل فالبرتجي واخوتي هذه الصورة دياله الاسم دياله محمد الحسيني محمد الحسيني هو الخدمة دياله خياط يلا أخوتي يلا البرتج 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 أجركم عند الله سبحانه وتعالى تقدر تكون أنت سبب بالبرتج ديالك تقدر توصل هاد الصورة للناس اللي غادي يشوفوه أكيد دائما كنديروا الاحتمال دياله ربما يكون دير اللحيا ربما شوي الشعار ربما لأننا رمسكين شهر هدي واخرج من عنده ولداته إذا اخوتي يجزيكم بخير ما تبخلوش الصورة ها هي دياله اخونا محمد اخونا بغينا يخرج من الشارع إلا كان بقي في الشارع اخونا مربي اللي عالي وعالم فيه كاين اخونا محمد محمد عنده الصناعة ديالخياط خليوكم معنا تعرفوا التفاصيل ونعودوا نرجع للصورة باش نطرطج وهجمه يلا اخوتي تسمعوا من عند الام دياله محد يعني المدة ماشي طويلة ماشي سنين ماشي عام ماشي غير شهر هدي باش خرج شهر باش خطفى في ظروف غامضة الام الاب دياله خليهم في حالة يرتلها خليوكم معنا اخوتي تسمعوا من الام التفاصيل ديال المرض دياله وكيفه حتى اختفى عاونوها اخوتي فراجأت لكم من بعد الله سبحانه وتعالى يعني كلها امل فيكم اخوتي من بعد الله سبحانه وتعالى انكم اللي شافوا كتفوا الجهود في شارية عند شي خيات في شي مدينة المهم حاولوا انكم تبرتجوا المباشير ومازل غدينا نرجع نعود نوريكم الصورة نسمعوا بعدها اللي ام دياله توصفوا لنا وتقول لنا التفاصيل مرحبا مهم تفضل بشي طنجة بشي طنجة هو كان في طنجة بلاتيا ممتين انقرب لك غير لسي مرتاحة هكا بشي طنجة 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 و بشي طنجة لا اردنوا الان كان لنا تفضل بشي طنجة كيف يگذر انا واخته وولد خالصه سافي نحو ظهرنا وقضانه بشي طنجة سافي جايت انا Cofi إلي هنا خطيته وقت طنجة يعني مع مراته مع ولديا نعم خطيته في طنجة من خمسة عشر يوم عشر يوم ما يرا واسه . ولدتاك يا هلاه طبعه موضوع به لولده ومرتها لقد كان رأسهم في العالم عندما بدأ على الت عبادين ما قول التوز折 Apa صلونا للي عدميته і كان آنوبا جاء آنوبا blotta إنه قل獾 لو قلت آنوبا ودا قاعدت أخرى من 6 أو 7 أيام قلت نجد الفلوس و قاعدت نبشي العيون و قاعدت نبشي العيون ما حال في عمر أمو أنت؟ 26 أو 36 ضربت معه و قاعدت نجد الماء و قاعدت نجد الفلوس و قاعدت نبشي العيون كيف حالك يمشي في العيون؟ قلت نجد نخدم و قاعدت نخيط مباشرة و قاعدت نجد العيون و قاعدت نبشي الثقم و في العيون اتبوى و قاعدت نجد الفلوس و قاعدت نجد الفلوس و الوالدة و قلت تلك و قاعدت نفسي ما أمريض لا شكرا و قاعدت نفسي ما أمريض يجب عن يجري بأن يجري بأن يجري لنا يجري لنا عام عمين عام درق تقريبا عامين عامين عام كم أسافي تبدل عام تاني تبدل كيف كان أممتي محمد؟ مكاين ما نقولك قرب شو الميكرو عندك؟ مكاينة بنتي ما نقولك مكاينش أخو كانت يسمعني مريدة ولا يسمعني في أخري تصبح في البيت عصفية طهر مكاينة بثاف ودرني بثاف ومرضني ومكاينة ما نقولك كانت خدمة خدمة صبرك الله خدمة ومزوجة بولادة عادة عادة لا يوجد له مشكلة لا يوجد له مشكلة وانه تهشد وقع ليه ما عرفتش فجأة ما انت؟ الحمد لله الحمد لله حمد لله توقع هذه المشكلة كانت من ربي مرحبا بها كانت من عد العبد لا يسمعه هذا هو تطلب الله وتطلبكم والله يزيكم بخير والذين يداره يعلم الوزام الله يرحم الوالدين يعني التواصل بهذه النمرة يعني التواصل بهذه النمرة والله يحفظكم والله يزيكم بخير وشكرا شكرا شكرا لقد نسابه لا يوجد عدية تقريبا فهنا في الدار شهر إلى خمسة وقع ليه وقع ليه وقع ليه وقع ليه هذا الشيء ليه لا يزيكم بخير كيف تقولي مثلا كيف تفكر فين يقدر يكون مشاف لا يزيكم بخير لا يزيكم بخير يعني يقدر يمشي لأي بلاس يقدر يجعل تنجفين هذا الشيء تتمنى 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 يكون لديها تنجف يكون لديها خيار لديها خيار تتمنى تتمنى ورانا ما عديها بنتي صحة والعينين ما تنشوش بهم ورانا ما بغيت ولدك بغيت ولدي كما كان كما كان الحال بغيته نهزه نقابل كما كان الحال رحنا حالتنا العيد ما هو بعيد وما كان ما نقول كيف تكون احسنا احسنا لديها كيف تكون تتمنى أشهدنا بقولي نادك اشهدنا احسنا احسنا لديها احسنا دار بيها انا احسنا احسنا فالعشيه هو تعدل المحطة حطيته 100 دلهم بعد يومين حطيته 50 دلهم لحيو تنين المحطة من المحطة حطيته 50 دلهم هز منتنك ماذا ينال الى الان وطع المحطة ديال الكرة ما عرناش وتنتمنى له الشيبه وتنتمنى له على الله يجي العدولي ذاته وتنشكركم بزها بزها وتنتمنى له والحمد لله وتنشكركم بزها بزها اذا مشاهدي قناة شفت اذا اسمعتوا معنا الاب والأم ديال اخونا محمد فهذه هي حسيني محمد من مدينة قوات زم الخدمة له خياط خياط يعني ربما يقدر يكون دابع عند شي خياط عنده ضرابات نفسية الله يجازيكم بخير حاولوا انكم تبرتجيوا ودائما ديروا حتى كما قلت القضية دي لانه ربما يكون دار الحياة ربما كبر شوية الشعار ربما يعني حاولوا انكم تبرتجيوا هات الصورة هذي وتقلبوا ترضوا بلكم تعاونوا تعاونوا اختي ان شاء الله بارتجيوا الله يجازيكم بخير بالنسبة لرقم الهاتف 06-51-6-79-58 عودها اخويا 06-51-16-79-58 هذا رقم الهاتف ديال الأخ ديالو الله يجازيكم بخير اللي شافوا يتواصل مع الأخ ديالو ويقولوا فين شافوا 06-51-6-79-58 نتمنى ان شاء الله انكم تلقاوه ويتجمع الشمل مع ولداته ومع عائلته وما يبقاش في الشارع 06-51-6-79-58 ما يبقاش ربيل العلم بيه معرفنا دبه في الشارع ولا رجع يخدم شي خدمه في شي مدينة 06-51-6-79-58 المهم هو انه عنده تطيرابات نفسية يعني تبدل على العائلة ديالو مؤخرا تبدل تصرفات ديالو 06-51-6-79-58 في حين انه كان واحد شاب اللي هو نقي وعنده جوج ديالو وليدت ما شاء الله الله يجمع الشمل والله يشافه ويعافيه يا رب الله يرض به ويجمع الشمل الى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي مبقى لي الا نقول لكم دمتم في رعاية الله الى اللقاء شكرا لكم